بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله العليم الحكيم والصلاة والسلام على الذي أوتي الخلق العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الأعزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذه الدقائق التي نعيشها مع قوله سبحانه وتعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا هذه الآية الكريمة تدعو المسلم إلى التحلي بخلق من أهم الأخلاق ومن أروع الصفات ألا وهو التحلي بالروح الموضوعية في تعامله وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ العلماء من الصحابة الكرام ومن بعدهم قالوا بأن هذه الآية الكريمة تدل على عدة أمور من بينها أن لا يتبع الإنسان ما لا يعنيه وأن لا يقول ما لا يعلم أو يشهد بما لا يعلم أو يتكلم في أمور ليس له بها يقين ولا علم ولا دراية ولا معرفة فكأن يرمي الإنسان قولا جزافا دون أن يتثبت منه أو يستمع إلى أشخاص ينقلون بعض الأخبار من هنا وهناك دون تحقق من مصداقية تلك الأخبار فتشيع بين الناس تشيع في المجتمع وقد تحدث فتنة في المجتمعات ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فقد تأتيه الإنسان رسالة على هاتفه أو على أي وسيلة من وسائل التواصل وعبر مختلف أنواع وصائت التواصل الاجتماعي قد يصدقها هذا الإنسان وينشرها دون تحقق ودون تثبت من الأماكن والمواقع الموثوقة فتنتشر بين الناس وهناك من يفعل أشد من ذلك وهو ذلك الذي يحرف هذه الأخبار فإذا كان ذلك الخبر قد ذكر على أنه حدث في البلد الفلاني إذا به يغير هذا الخبر ويغير اسم البلد ليضع اسم بلده اسم بلده أو اسم مجتمعه لكي يحدث ضقيقا ما أو فتنة ما والعياب بالله عطانا الرحمن رزقه والعطية عطية ومات حسب بثمانه ترى ما كل العطايا مات كل من العطايا رب العباد يعطي واللي يرضي عباد الله والعطاء الله يرضيه العطاء ما شحى لحد ولا نوع ولا عنوان واحد وربي العباد كريم للي يعتبر العطاء شيمة الأوفياء إذن هذا أمر خطير والله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآيات الكريمة دعانا إلى التحلي بالروح العلمية بالروح الموضوعية في تلقي الأخبار وكذلك في نشر مثل هذه الأخبار وهذا يجتمل أيضا على أمور كثيرة فعلى الإنسان أن يرجع الأمور إلى أهلها إلى المتخصصين فيها في شتى مجالات الحياة فكما أنك حين المرض لا تلقى بعد الله سبحانه وتعالى إلا إلى طبيب موثوق تطمئن إليه وتثق به فكذلك في سائر الأمور عليك أن تلقى إلى الخبير ولا ينبئك مثل خبير فعلى سبيل المثال أمور الدين علوم الدين هل نلقى إلى أي إنسان أم نتقه إلى الراسخين في العلم الذين نثق فيهم بطبيعة الحال نلقى إلى أولئك الذين أثنى عليهم القرآن الكريم وذكرهم في مواضع شتى من كتابه العزيز فهم أهل الدراية والعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الهوى في مثل هذه الأمور الخطيرة وهكذا في سائر الأحوال التي قد تحدث في مجتمعاتنا هناك الكثير من الناس أيضاً قد يلقى إلى الشهادة بغير علم فتضيع بذلك الحقوق وتهدر الكثير من مستحقات الناس بسبب شهادة الزور في قريته أو في مقر عمله وقد يشهد الإنسان على إنسان بما فيه من سلبيات وقد يكون صادقاً أن لديه من الأخطاء كذا وكذا 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 ولكن هذا الإنسان أيضاً لديه إيجابيات عديدة فهو هنا صادق لكنه قد يعد كذباً سلبياً لأنه أخفى الكثير والكثير من الأمور الطيبة عن هذا الإنسان لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوّذ من جاري سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى سوءاً أذاعة إن رأى خيراً كتمه وإن رأى سوءاً أذاعة إذن نتحقق من الأمور نتثبت من الأخبار نأتي بالأمور من مظانها ومن مواقعها الصحيحة والموثرة عطانا الرحمن رزقه والعطية عطية ومات حسب بثمانه ترى ما كل العطايا مات كل من عطاه رب العباد يعطى واللي يرضي عباد الله الله يرضيه العطاء ما شحال حد ولا نوع ولا عنوان واحد ورب العباد كريم للي يعتبر العطاء شيمة الأوفياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حقاً ترجمة نانسي قنقر أما الذي يتخبط بجهل ولا يسعى ليدرك الكثير مما يهمه في هذه الحياة فقد يقع فيما وقع فيه ذلك الرجل الذي ذهب إلى إحدى القرى قديما فأهداه أحد الأشخاص قماشا فقال له ماذا أصنع به؟ قال له اذهب إلى أحد الخياطين ليخيط لك به ثوبا جميلا تلبسه وأول مرة يسمع هذه المعلومة أن هذه الأثواب ترتب وتقص وتخاط عند هذه المحلات فاتجه وأرشدوه إلى أحد المحلات وذهب إليه وأعطاه ذلك القماش وقال له أريد أن تصنع لي ثوبا فأخذ هذا الرجل العامل وقاس هذا الشخص وعلم قياسه ثم بعد ذلك بدأ يقص ويقطع ذلك القماش فقال له ذلك الرجل ماذا تصنع؟ فقال له أقصه لكي أخيط لك منه ثوبا فغضب ذلك الرجل لأنه أول مرة يرى مثل هذا الفعل وكان على جهل مثل هذه الأمور وكانت بيده هراوة فعلاه بتلك الهراوة ضربا والهراوة هي العصى الغليظة فهرب ذلك الرجل حاول يتفاهم معه لم يستطع انظر كيف يفعل القهل بأهله فهرب ذلك الرجل الذي كان يريد أن يخيط الثوب وأسرع للباب فقال هذا الرجل بعد متفاخرا يقول ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فيما مضى من ثالف الأحقاب من فعل علج جيته ليخيط لي ثوبي فمزقه كفعل مصاب فعلوته بهراوة كانت معي فغدا وهرول مسرعا للباب أي شق ثوبي ثم يقعد هانئا كلا ومنزل سورة الأحزاب وبهذا تنتهي حلقة اليوم نشكركم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اتباع الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وأعنا على اكتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آية ومعنى وشفاء للقول رحمة لنحيا فهو نور للدور توبى لمن نادى بالكاف والإسراء الله يا الله يا رحمة ترجى آية ومعنى